محافظة الأحج الواجهة الشمالية الغربية للعاصمة المؤقتة تحت وطأة الحرب وحضور الجماعات المتشددة هنا في الحوطة لا يمر أسبوع دون تسجيل حوادث قتل أو سطو أو تفجير وتكاد الجبهة الجنوبية المشتعلة منها أن ترميب ثقلها على الوضع المنفلت أصلا في محافظة تفتقر لحضور الدولة وجهازها الأمني الجميع مهددون بسلاح أو بالأوبئة الفتاكة أو ضغط الحاجة البالغ ذروته لعل السبب يكمن في الإبقاء على هذه المحافظة رهن الفراغ الأمني وعدم تأمينها بما يكفي لجعلها بوابة آمنة لعدن ففي الجبهة الجنوبية منها وتحديدا كاريش تشتعل المعارك بين المقاومة الشعبية والميليشيا التي تحاول العودة باستباتة إلى عاصمة المحافظة تكمن أهمية كاريش في كونها تسهل حركة الميليشيا من تعز إلى لحج فضلا عن قربها من قاعدة العند الجوية غرفة العمليات العسكرية للجيش الوطني والقوات المشتركة مصادر في المقاومة أكدت أن قواتها تصدت مؤخرا لمحاولة التفات المزدوج نفذتها الميليشيا على منطقة اللصب فيما تدور المواجهة على أشدها في مواقع الرزينة وجبل العسقة القريبة من منطقة الشريجة وبعيدا عن عدسات الكاميرا وعلى هامش الاهتمام العسكري للحكومة الشرعية وقوات التحالف تخوذ كرش معاركها وعلى هذه التلال ينقشع غبار الحرب فتضيق الأرض بالميليشيا ومن حولها ترجمة نانسي قنقر